بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم المحاضرة الثالثة وهي مصادر معلومات لمركز معلومات الأدوية السموم Drug Information Resources هذه محاضرة تعتبر مهمة جدا يجب على الكل أن يتوثق من أنه على دراية كافية بهذه المصادر ويعني جميع ما تحويه من معلومات بحيث يمكن للطالب أن يتجه فورا عند استلامه للسؤال إلى المصدر اللازم للحصول على المعلومة كOutline في هذه المحاضرة بإذن الله سنصف الفرق بين مصادر المعلومات الأولية والثانوية والمرجعية يجب أن نفهم أن المصادر المعلومات هذه قد تكون موجودة as hard copy and soft copy والتعرف على أكثر المصادر فعالية لبعض الأسئلة المحددة وknow how to search computerized database لازم يكون لدينا skills في البحث في computerized database define the professional internet based drug information resources نتعرف على مصادر المعلومات التي تعتبر مصادر رسمية وموثوقة عبر الإنترنت والتعرف على other resources of drug information center طبعاً الbackground questions there is a difference between background question and foreground question when you receive the question you have to categorize it in your mind whether is it background or foreground background نقصد أنه السؤال الذي يتطلب الحصول على معلومة أساسية بحثت من قبل أو قتلت بحثاً ولكن ليس لدى الشخص الذي استلم السؤال درايا فيحتاج أن يتعرف على المعلومات الأساسية حتى يستطيع إما إجابة السؤال ذاتي أو التوجه بعد ذلك للمعلومات الأولية الbackground question usually concern مثل ما قلنا condition حالة وعادة يتكون من جزءين the root question اللي هو جذر السؤال وجذر السؤال دائماً عشان تعرف توصل له لازم تسأل اللي بسموها the five w's and one h عادة إحنا عنا في الشريعة الإسلامية أنه مسموح للرجل أن يتزوج أربع زوجات صح؟ هنا عشان بس تذكروها دائماً ذكروا هذا في حالة drug information معه فقط خمس زوجات وهو one husband زائد الفيرب مثلاً عنا for example what causes مثلاً diabetes who's affected with diabetes when he got this diabetes where he starts مثلاً this disease why he got this disease from مثلاً history perspective genetic perspective and how مثلاً he's taking his treatment or how he managed the case فمثل ما قلنا احنا عنا أول شيء the root question اللي هو جذر السؤال والمشكلة نفسها نبدأ نتعرف عليها فمثل ما قلنا مثلاً what's the type 2 diabetes why does the patient have the مثلاً boleuria while he's having this diabetes why does this patient have numbness and pain in his hair legs what treatment options are available and etc عنا طبعاً the back ground question مثل ما قلنا عادةً نسألها عشان نتعرف على human physiology and the path physiology associated with the medical condition under concern most back ground question can be answered by standard textbook عادةً back ground question تقدر الجاوبها لما ترجع للكتب المرجعية اللي احنا عادةً نعتبرها tertiary references مثل عندك كتاب Harrison هذا principle of internal medicine عنا مثلاً كتب gynecology obstetrics مثلاً current diagnosis and treatment and etc any textbook we consider tertiary reference and usually used for answering back ground questions 40 ground questions هي لما تبغى تدخل في details في تفاصيل عن حالة معينة يعني خلينا اقول لكم بالضبط زي ايش يعني الحين عندي انا مريض سكر كويس ومريض السكر احنا فاهم اش معنى السكر خلاص هذا ال back ground information كلها عندي وعارفة وانتهينا لكن عندي في تفاصيل معينة انا ابغى اعطي هذا المريض مجموعة علاجية جديدة اسمه SGLT2 فهل هذه النوعية من المرضى اللي عنده مثلا pad peripheral artery disease اللي عنده مثلا history of thrombus اللي كذا كذا اقدر اعطيه هذه المجموعة العلاجية الجديدة فهذه بسموها 40 ground questions ليش؟ لانه هذه you need to dig in the primary اللي تلتشر على الدراسات الجديدة اللي تسوت لانه هذه المجموعة العلاجية الجديدة عشان ابحث عن details معينة ما بغى general management مجموعة 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 فهنا هنشوف As you gain experience خلاص الحين عندك experience من background وصارت عندك كل knowledge حكت background you will need to shift towards asking more complex and specific foreground questions مثل ما ذكرنا قبل قليل طيب ال foreground questions دائما تركز and try to find العلاقة بين مثلا specific patient مثل ما قلنا و specific problem قلنا specific patient مثلا مريض محدد عندنا نبغى نعطيه الدواء السكر اللي حق المجموعة الجديدة possible intervention اللي هو ايش المجموعة العلاجية اللي نبغى ندخل ونعطيه للمريض and clinical outcome وايش ال clinical outcome اللي نتوقعها بس نعطي هذا المجموعة العلاجية هل حت تحسن حالته هل حدثه و هل هي control indicated في الحالة حقته and etc 4 ground questions are generally very detailed مثل ما ذكرنا هي تفصيلية جدا that can best be answered with information contained and published contained and published research studies زي مثلا primary literature ولا articles اللي حنطلعها من PubMed طبعا الشي اللي يساعدنا عشان نوصل foreground question مثل ما قلنا foreground question ايش عبارة عن questions that we will search في PubMed مشان نوصل لابحاث حديثة تكلمت طبعا انا ما افتح PubMed وابحاث كذا كيف ابحث يعني ايش الطريقة اللي بابحث فيها لازم اكون keywords اقدر ابحث فيها في PubMed اطلع لي السؤال اللي انا بغاه ال keywords هذه عادة نستخدم طريقة يعني ضريفة جدا في الحصول عليها اللي هي بيسموها Pico Pico هي عبارة عن اختصارات اللي state بنت معينة عشان اوصل للي ابغاه مثلا عندنا P stands for patient population I stands for intervention or issues C comparison intervention يعني وهذه عادة بيحطوها optional ممكن الناس بيحطوا C في في البيكو والO هو outcome خلينا اقولكم مثال جاني مريض دخل عندي قال لي انا عندي الوالدة طاحت عن الدرج وتكسرت رجولها والدكتور وصف لها علاج A لكن اخوي يدرس طب وقال لا علاج B هو اللي افضل عشان تلتأم الكسر عشان يلتأم الكسر حقها بسرعة شن حاولو هذا الابيكو كيف نجي ندور ايش الpatient population الوالدة اللي هي ايش female او old female lady صح الانترفنشنز ولا الاشو اللي هو العلاج الوصف الطبيب اللي هو علاج A الكمبارزن اللي هو ايش جاء اخوه اللي يدرس طب وقال والله علاج B احسن الـ outcome اللي احنا نبغى انه هاذي الليدي الكسر حقها يلتأم ويخف فعرفنا ايش الحين مقصود في بيكو لما نجي ندور كتب كkeywords هنقول الـ P stands for old female patients ممكن نكتبه the fracture الـ I اللي هو drug A الـ C اللي هو drug B الـ outcome اللي هو fracture healing clear طيب نجي نتكلم عن مصادر المعلومات دائما عندنا شي يقول عنه primary secondary tertiary ايش يقصده لا ترف كلمة primary secondary tertiary primary resource مثل ما قلنا هي عبارة عن المقالات الموجودة اللاقيها منشورة في مجلات ويعني الأفضل والمنطقة تكون مجلات محكمة عالميا ومجلات معروفة ولا سمعتها ليش سموا primary resources كانت في دكتورات درسنا الله يتزاها خير عشان ما ننسى كلمة primary وظلها مربوطة في دماغنا قالت انتم لما تسووا التجربة أو الدراسة سواء سوتوها دراسة نظريا دراسة عملية لما تدونوها لأول مرة هذا يسموه primary manipulation of the data من مثلا عقولكم من المختبرات حقاتكم وتدوينها في المصدر اللي هو المقال اللي ستكتبوه فهذه أول تدوين للمعلومة that's why they consider primary resource عادة مثل ما قلنا نلاقيها في scientific journals and provide us with the original studies or report مثل ما قلنا clinical trials case series case reports وهذه كلها إن شاء الله بإذن الله هتشرح لكم بالتفصيل طبعا هي primary هي good قلنا for age for foreground questions صح؟ مقلنا إحنا لما الحين background هي المعلومات الأساسية نحصلها من textbook لكن foreground questions تتكلم بال details بنلاقيها من وين من دراسات منشورة حديثا أو articles والتي تسمى primary resources scope is narrow إيش المقصد في scope is narrow لما أقول دايبيت دايبيت اسم مرض كبير واسع النطاق لك تقرأ فيه لكن لما تيجي تدور في studies انت خلاص خلصنا من إنه هذا diabetic خلصنا من إنه صار له complications الحين قاعدين يتدور على مجموعة حديثة في علاج من أراضي السكر هل تنفع لهذا الشخص أو لا عشان كده ضيقنا المجال البحث تركنا كل أدوية السكر وصلنا لمجموعة محددة والحين قاعدين نبحث عن مناسبة هذه المجموعة لهذا المريض فلذلك نسمي نيو توبك ولا نيو داتا نشرت فمو معقول حتروح تدور في الكتاب اللي صاره مطبوع ثلاث سنين ولا خمس سنين ولا حتى السنة احنا عارفين المعلومات الحين انفجار المعلومات كل دقية تتحدث المعلومات فعشان كده هنروح ندور في الأشياء اللي جديد تم نشرها اللي هنلاقيها في المجلات طبعا كل شيء له فوائد ولو سلبيات فإيجابيات البرائماري سورسز ايش انه مثل ما قلنا هي احدث شيء عادة في الإفيدنس هنلاقيه في البرائماري سورسز تعطينا معلومات على الأدوية الجديدة تستطيع انت بنفسك تقيم يعني مصداقية هذه الدراسات اذا كان طبعا الشخص اللي كان عنده علم ودراية في كيفية التقييم تعتبر البرائماري سورسز الفاونديشن او الاساس حق المعلومات الصحية اللي احنا نستعملها كيف يعني يعني الحين انا لو ما عندي بحث تسوى ما في كان ما نشر الابحاث هذه بعد ما تنشر تصنف بطريقة اخرى وحنشوفها بعدين نشوفها السكندري وبعدين تسوى منها الكتب طيب لو ما عندي بع معلومة اولية ما حقدر اسوى الكتب اللي هي المصادر معلومات المرجعية نعتبرها فهي تعتبر الاساس وطبعا هي الاساس مثل ما هندكر بعد ذلك انه هي الاساس لتكوين السكندري والترشري الآن مثلا واجهكم سؤال ما هي المصادر المعلومات التي تعتبر فهي تعتبر الفاونديشن افذل التلتشر هيراركي اش هنقول هنقول البراماري رسورس اوكي نجي نتكلم عن السلبيات ايش السلبيات اه هيا قد تكون يعني من من حقاتها مثل ما قلنا تعطينا هي نطاق ضيق فقد لا تكون البست السجن يعني انا جيت مثلا ومسكت المقال هذا مسكت المقال هذا المعذرة وبدأت اتكلم اه على العلاج حق السكر انه اس جي التي تو ومدري ايش لاني انا قرأت هذا المقال على اس جي التي تو نسيت انه في مجموعات علاجية ثانية قد تكون افضل فكذا انا كن ضيقت واسع اذا انا حديت نفسي بهذا المقال فقط اه داتا قد تكون فقيرة يعني المعلومات قد تكون ليست بذاك الزخم او يكون فيها تناقض انت عارفين طبعا ما تيجي تقرأ مقال هي من وجهة نظر الباحثين المحدودين من اللي كتبوا هذا المقال قد يتجد المقال في هذه المعلومة او يتجد المعلومة في هذا المقال اه متناقضة مع معلومة في مقال اخر فهذه اللي لديها كثير لانه كل واحد يكتب من وجهة نظرة او من طريقة البحثية اه هين بعض الستاديز يلاقي يقول لك معلش اه 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 انا مكنت عندي فترة بحت الا فقط ثلت شهور انا عندي اه لانه المرضى اه كانوا غير ملتزمين في العلاج عندي لانه المصادر الدعمية للبحث حقيقي كانت كذا وكذا عندي لانه جاءت البحث هذا في بلد حرارتها مرتفعة جدا فأثر على نوع الدواء يعني هتلاقي فيه لكل ستادي وطبعاً كوستلي هي تعتبر مكلفة أحياناً ما تلاقي البحث هذا أو المقال هذا موجود فري فتضطر أحياناً تشتريه تضطر تشترك اشتراكات معينة حتى تستطيع الحصول على البحث اللي أنت تبقى